أول شي بونجور وحبا تسلم عليكم وإن شاء الله هالفيديو بلاقيكم بخير يا رب وتكون صحتكم منيحة لأنه اليوم أهم شي الصحة بس لفتلي نظري شغلي كنت ماشي على الطريق رأي على الشغل صلت على الاكسبرسوي على الاكسي على الاوتوستراد وفي زلم واقف على جنب الاوتوستراد وحامل بايدو ورقة كارتوني مكتوب عليها I work for food يعني بشتغل للاكل فكرت بينو بنحالي انو هالدين اللي وصلنا له انو اليوم حدا واقف وعم يطلب انو انا بشتغل وما بدي مصاري كل اللي بدي انو اكل لأكل انو هيدا العالم اللي وصلنا له انا بالولايات المتحدة الامريكية ولما اطلع انو في مواطن امريكي اللي هي بيعتبروها انو امريكا احسن واقوى دولة والحقوق والدني وبترجع بتشوف شخص مواطن امريكي واقف على جنب الطريق حامل ورقة كاتب علي انا بشتغل للاكل انا بشتغل بس اعطيني اكل ما معو ياكل يعني شو هال شو هالأزمة او شو هالمرحلة بالعالم اللي قدرنا يعني الانسان لما يصير معو هيك شو بصير دورت ورجعت لعندو طلعتو بالسيارة قلتلو شو ساير معك بس طلع قعد حد بالسيارة طلعت في انو يا عم هيدا الزلم يمنظروا بعضو ولد يعني بعضو ولد منو منو انو اه انو في بيقدر يشتغل قل لي هيروين هيروين مدمن مخدرات قلتلو شو صار معك كيف صار معك هيك قل لي من خمس سنين طرفت عبنت بروح ونجي سوا طلعت هي بتعمل بتتعاطى وبلشت اتعاطى معه وجرتني بها الطريق وهاكي صرت مدمن وما هيدا قدر اعمل شي وسيطرت حياتي وهكي هاكي خلصة حياتي قلتلو تابو عم تفكر انو تعمل شي بحياتك اللي بدي اتغير بركس انت جاين الله رات المهم اخدته عمطعم كيف سي هدولي تبع الجيش قلتلو جعان تاكل اخدته وطعميته قلتلو لازم تلاقي لازم تلاقي حل يعني لازم تلاقي حدا يساعدك في مؤسسات في جمعيات قل لي ايه بس تا يصير معي وقت قلتلو شو يصير معك وقت لشو عندك منك قاعد على الطريق ناطر تتشتغل للاكل هلا المهم لا ما بتشتغل قال لي ما حدا عم بيوظفني لانو عنده راكورد هون فات على الحبس وطلع وازا عندك راكورد بيصير صعب لأتلاقي وظيفة ما حدا عم بيوصفه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة شو شو بدي اقلو قلتلو يا اخي انا يراد في وصفك ما بقدر للأسف وانما لازم تلاقي حل لازم تبلش بحياتك تشتغل وفكرت بتجار المخدرات انو ستباينو بنحالي فكر انو هيدا اللي عم بيتيجب المخدرات واللي عم بيبيع مخدرات للعالم يصيروا مدمنين ويصيروا لمرحلة من هالنوع هيدا هيدا الانسان اللي صار فيه هيك مش حرام منو بيبقى انبون ضميرهم ما بيعزبون ضميرهم وبعدين فكرت بالبزنس مارل طبع تجار المخدرات انو انو كيف بيبلشوا موفي عنا مثل بيقولوا باللبناني ما تدقت علقت بيقلك ما تدقت علقت انو بيعطيك انو اول شي هد يجرب هد يشوف يكون مع اصحابك مع كذا بيسهرة وشوي شوي بتصير يعني مدمن للأسف بس هيدا البزنس مادل طبع دراج ديلرز طبع المخدرات تجار المخدرات قدي قوي لدرجة انو اكبر شرك العالم متبعته صاريت يمكن ما بيبيعوك مخدرات بس عم بيبيعوك براداك يعني تطلعوا بنتفلكس مثلا شركة نتفلكس طبعا الافلام يسبسكرايب بيقلك كل شهر تسعة دولار عشر دولار يلي هي بيقلك بلش جرب تلاتين نهار بتبلش تحضر مسلسل تعلق فيه ترجع بدك تجي تخلصه يعني وكذا شرك يعني كلهم هيدولي يعني الشرك العالمي كله بيقلك تاعها جرب يعني البنك بيقلك تاعها مثلا نفتاح حساب معنا ببلايش مثلا او منعطيك ميتان دولار يعني ببلشولك هاي تعلقوك وبس تعلق يا معلم رح تعلق واليوم بترجع بتفكر على على شي اكبر بتفكر على شي اكبر من هيك اوصح بتطلع اليوم في عنا براداكت سلعة عم بيبيعونا اياها كل يوم واكتر سلعة مطلوبة واكتر سلعة عم تنبيع هي الخوف عم بيبيعونا الخوف وصرنا معلقين به الخوف ومنحبه كتير وعم نرجع له هاي ده اكبر مثال حطه على وجه ماني عمقول الكورونا مش مزبوطة ماني عمقول الكورونا كذبة بس بتساءل متل ما كل واحد عم يتساءل يا ترى في شي اكبر وابعد من فكرة الكورونا عم بيجرب يبعونا اياها او مجربو يحضروها بتسمعوا اخبار اخبار كتير ومقلات وويب سايتس وحكمة وكل واحد بنائد بعضه فبتساءل انا كانسان مواطن عادي بهالدني ما عندي لا بي اي 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 دي بالطب ولا بالريسورتش ولا بشي انا انسان قالولي البوس ماسك صرت خيفان بالبوس ماسك عندي ولادي عندي اهلي عندي اصحابي يلي بعت الهم اذا انا كماشت مرض مرقلون اياه بعت الهم اذا انا كماشت مرض وصارلي شي شو بدون يعملوا ولادي بتصير عطول عم بتفكر بها الطريقة بالخوف بفتح اليوم بس افتح التليفون الصبح اول ما فتح عيوني بتطلع على الانستجرام على الفيسبوك على سي ان ان على كل هود النوز وكلهم سوا عم بيبيعونا الخوف وعم بيخبرونا الخوف وهلا انا عم بحكي نزل على الكورونا كوفيد ناينتين كيسز قدي رجعوا اكتشفوا اليوم انه في طالع بصير خاف هايدي سلعة الخوف اللي عم بيبيعونا اياها كل يوم يا ترى شوفي من وراها وعم نرجع لهم يعني بيبيعونا الخوف مش عم بيقولولنا ما في انه كلا نجرف 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 منا اكتر وبدنا اكتر ومنرجع منفتح التلفزيون منرجع منقرأ الجريدة منرجع منشوف الواب سايت منرجع منشوف الفيسبوك بوست ومنفتح تويتر ومنفتح كله سوا لحتى نشوف شو عم بيصير ووان عم بيصير ووان الخوف وكأنه بدنا نعرف عن الخوف اكتر لنخاف اكتر لنرتاح اكتر فما بعرف ما بعرف شو هان السبب ما بعرف شو النتيجة وما بعرف شو في ورا كل هالشي بسمع ناس عالاخبار عم يحكوا دكاترا ومعلمين بسمع عن بيل جيتس بسمع عن داكتور فاوتشي بسمع عن منظمة الصحة العالمية بسمع كل هيدولي بيحكوا شي بترجع بعدين بتسمع شي تاني مناقض تماما بترجع بتسمع عن الفايف جي بترجع بتسمع عن الاول كهروم مغناطيسية وما بعرف فيون انا مشين هيك بخاف لانه ما بعرف فيون بس بصير اسمع وجرب نقط حط النقط على الحروف وجرب لاقي حل وبضيع وبضيع كليا ما بعرف ما بعرف عكل حال نتمنى المريدين يصحوا والأصحاء ينتبهوا حالهم والله يبعد هالمرض والله يمرق هالفترة هالسنة سنة الالفان وعشرين ما بعرف كيف بلشت وما بعرف كيف رحت تخلص المهم الله يوفقكن ونحن ناس من دلنا نقول عنا ايمان ومتل ما الله بيريته ترجمة نانسي قنقر